مهما توصل الإنسان إلى مكتشفات وأبدع من مخترعات ومهما امتلك من أسلحة فتاكة فلن يبلغ أبدا قوة ربه القوي المتين فالله المتين هو الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة ولا يمسه لغوب والمتين هو ذو القدرة التامة والقوة التي لا حدود لها والفرق بين اسمي القوي والمتين أن الله تعالى من حيث إنه بالغ القدرة قوي ومن حيث إنه شديد القوة متين فمن علم أن الله هو المتين استسلم لأمره ونهيه ورجى ثوابه وخاف عقابه واتقاه في سره وعلانيته قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن علم أن الله هو المتين تواضع لقوته وعظمته ولم يتكبر على عباد الله قال تعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قدفته في النار ومن علم أن الله هو المتين توكل عليه وفوض أمره إليه وركن إلى قوته واحتمى بعزته قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ومن آمن بأن الله هو المتين تبرأ من حول نفسه وقوته ووثق بحول الله وقوته لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله ومن آمن بأن الله هو المتين توجه إليه في طلب الأرزاق فإنه سبحانه قض منها لعباده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين موسيقى